موسيقى أهلا بكم مشاهدين على خطى مسيرة الشورى والنجاحات التي حققها مجلس الشورى منذ إنشائه في العام 1991 تمضي انتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية التي تجرى يوم الأحد القادم في 107 مراكز انتخابية موزعة على 61 ولاية عمانية باتجاه ترسيخ الانتخابات والاختيار الحر كثقافة للمواطن وممارسة حياتية باتت جزءا من حراك سياسي ومجتمعي أيضا ساهم في نضع التجربة الانتخابية بعد 8 انتخابات ليشورى واثنتين للمجالس البلدية مشاهدين ما هي المضامين الجديدة التي تحملها هذه الانتخابات وما هو شكل التغيير الذي طرأ على أجندات المترشحين وأيضا خيارات الناخبين في الفترة الثانية للانتخابات البلدية أسئلة ومحاور كثيرة نناقشها في هذه الحلقة الخاصة من ملف الأسبوع مع ضيفينا هنا في السوديو السيدة تماظر بنت بدر البول سعيدية مديرة دائرة الشؤول الانتخابية بوزارة الداخلية أهلا وسهلا بكم كما نرحب باسمكم أيضا مشاهدين بضيفنا الأستاذ سالم بن حمد الجهوري كاتب ومحلل سياسي أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا ونرحب أيضا بكم مشاهدين وننتقل بداية إلى المحور الأول مع السيدة تماظر دعينا نتحدث بداية عن حكم الاستعدادات وأيضا التدابير التي تم اتخاذها من أجل إنقاح هذه التقربة الثانية في مسيرة المجالس البلدية ولله الحمد نحن نعتبر نفسنا في هذه المرحلة هي في المراحل النهائية للاستعدادات يوجد لدينا 107 مركز انتخابي طبعا هذه المراكز باتت على طور الاستعداد النهائي بالنسبة للجان الانتخابية في الولايات طبعا يوجد لجان انتخابية في الولايات برئاسة أصحاب السعادة الولاء هذه اللجان هي المعنية بتجهيز هذه المراكز الانتخابية لجان الوزارة متمثلة في لجان الدعم الفني ولجان الخدمات والمالية وكل هذه اللجان تقريبا هي انتهت من أعمالها وتقريبا جميع الأدوات والأجهزة متواقدة حاليا في الولايات وينتظر يوم الخميس ان شاء الله لاستلام المراكز والبدء في تجهيزها من جميع النواحي ما الذي استقد في هذه المرحلة الثانية من حيث الاستعداد؟ بالنسبة للاستعدادات هي تقريبا نقدر نقول انها على نفس الاستعدادات انتخابات مجلس الشورى تقريبا من حيث اللجان الا ان هناك بعض الفروق البسيطة اي ان بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية لا يتوقد هناك لقنة عليا كما انتخابات مجلس الشورى يعني بعض الاستعدادات بعض الفروقات البسيطة وانما بالنسبة للآليات والاجراءات تقريبا هي واحدة هي فروقات لربما في طر التحسين والتطوير ننتقل الى الاستاذ سالم ونتحدث عن نضغ التقربة الانتخابية خصوصا فيما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية الآن في نسختها الثانية شكرا جزيلا اولا على الاستضافة في هذه الحلقة الحقيقة انا اولا بقدر جهود وزارة الداخلية تقدير عالي لدورها الرائد في تنظيم الانتخابات سواء كانت على مستوى الشورى او على مستوى المجالس البلدية في الحلقة الماضية تطرقنا لو تتذكر بان كانت لدينا اشتنا الى التقربة السياسية كانت لدينا بعض النقاط التي تحدثنا عنها حول ان انتخاب المجالس البلدية تأخر فيما يقارب اكثر من 15 سنة نظرا لاحتياجنا في تلك المرحلة وفي هذه المرحلة ايضا لوجود هذه المجالس التي تستطيع ان تدير الشؤون المحلية في الولايات وفي التي تتكون من المحافظة لكن ان تأتي هذه التقربة خيرا من ان تتأخر لأكثر من ذلك انا ارى بان هذه الانتخابات في وجهة نظري بانها مهمة جدا وهي تتساوى بالتأكيد مع الانتخابات لمجلس الشورى لانها تمس صميم مباشر للحياة اليومية للمواطن وسبق بان كتبت عمود قبل ثلاثة ايام حول هذه الاهمية لهذه المجالس البعض قد ينظر لها بانها اقل من انتخابات مجلس الشورى هذه التقربة السياسية وهذا التعويض على المواطن الاختيار ممثله في المجالس البلدية خطوة هامة وخطوة تحسب للدولة في ان تكون هناك مساحة وفضاء اوسع لمشاركة المواطن في الادارة المحلية وفي ادارة شؤون ايضا الدولة وان كان عن طريق هذه المجالس التي يعني تشرف على تلبية الاحتياجات وايجاد الحلول وتقديم الافكار والرؤى وايضا تقديم الافكار الابتكارية اليوم في مدن العالم الكثيرة المؤسسة الاهم في اي مدينة وبالذات في العواصم هو المجلس البلدي المجلس البلدي هو الذي يحكم ويدير بمشاركة اهلية وهذا نضج متقدم لفكر المقام السامي باتاحة الفرصة لابناء الدولة لتقديم لضخ افكار جديدة الادارة المحلية دائما تعتمد على المشاركة الجماعية وعلى تقديم دائما الافكار المتميزة وهذا ما نرجو خلال المرحلة المقبلة نأمل ان لا يكون انتخاب العضو ممثلا لأي ولاية ان لا يكون محصورا بين قوسين في وجهها علينا الآن ان نتحرك بصورة افضل وان نقدم ما يمكن تقديمه حتى لا تبقى تقربة الشورى سواء كانت لمجلس الشورى او للمجالس البلدية لا تبقى قاصرة فقط على انتخاب اسماء معينة من الناس نظرا لان مكانتهم في المجتمع هكذا يريد الناخب مثلا لكن نريد لكل من يستطيع ومن لديه المقدرة ان يضيف فارق في حياة المواطن ما هو الفارق في حياة المواطن هو ان يقدم مشروع هو ان يبحث عن تمويل اليوم ادارة الدول وادارة الاحياء فيها والمدن لا تعتمد كلها على موازنات الدولة الدول تدفع في بدايات انشاء هذه الدول تدفع للبنية التحتية تدفع للطرق المواصلات الاتصالات الى المواني والمطارات لكن بعد ذلك يجب العقل ان تدور من الداخل يجب هذا الاقتصاد ان يدور ايضا من الداخل خصوصا ان الظروف الهالة التي تمنع بها المنطقة بشكل عام حتى وان لم تكن هناك ظروف اقتصادية يجب ان نتجاوز دولة الرفاه التي تقدم كل شيء يجب ان يكون هناك ايضا فكر تنويري في الناس يجب ان لا يكون هذا المنصب فقط هو من اجل ان يكون عضوا يجب ان نتجاوز ذلك الى ان نقدم وانا اتمنى حقيقة ان يكون تقييم لكل دورة ماذا قدم العضاء فيها ليس فقط في المجالس البلدية وانما حتى في مجالس الشورى سنعود للحديث عن الية يتم من خلالها تقييم العضاء وايضا المشاركات التي قدموها فيما يتعلق بخدمة وايضا دورهم في المجالس البلدية لكن ننتقل الان بسؤال للسيدة تماظر بعد المرحلة الاولى التي شهدناها هذا الاسبوع والتي كانت انتخابات الليجان وايضا للعمانيين هناك في سفارات وعواصم الدول الخليجية الآن كيف تقيمون سير هذه المرحلة الاولى من عملية الانتخاب الحمد لله كان يوم 18 يوم يعني مليئ نقدر نقول انه قام بالتصويت الفئات اللي احنا كنا نتطلب انه هي تصوت في هذا كل يوم يعني هذا اليوم كان محدد بالنسبة لأعضاء الليجان طبعا أعضاء الليجان كلهم صوتوا المسجلين في السجل الانتخابي ايضا في دول مجلس التعاون الخليقي ايضا العمانيين المقيمين او المتواقدين في تلك الفترة ايضا بادروا وذهبوا الى مقارة التصويت في السفارات وصوتوا بعض السفارات كانت مزدحمة كان عليها ازدحام والبعض الاخر اعداد متواضعة نقدر نقول لكن الحمد لله كانت الامور جيدة ايضا في المراكز الموحدة بالنسبة لظفار وبالنسبة لمحافظة مسقط ايضا كانت لا بأس الاقبال عليها بالنسبة للفئات التي هي يفترض انها كانت تصوت لكن هناك بعض يعني بعض الملاحظات البسيطة اللي يعني رصدناها في هذه المراكز او واقهناها من قبل الناخبين يعني يمكن بسبب انه هما عدم معرفتهم بالاقراءات كما يجب عدم اطلاعهم او شيء من هذا النوع لان بعض الناخبين غير مسجلين في السجل الانتخابي ونقد انهم هما قاءوا الى المراكز الانتخابية ويريدون ان يدلوا باصواتهم بالطبع يعني وللأسف الشديد حتى الاعضاء كانوا متأسفين كثيرا خصوصا في السفارات يقولوا يعني كنا نتمنى لو قدرنا نسمح لهم انهم يصوتوا بس طبعا الاقراءات لا تسمح فنتمنى ان المواطنين يركزوا على هذا الموضوع انه لا يمكن التصويت الا فقط للناس المسجلين في السجل الانتخابي هل اقتصرت الملاحظات التي وصلت اليكم على عدم التسجيل في السجل الانتخابي اما ان هناك ايضا ملاحظات اخرى وردت اليكم هناك بعض الملاحظات يعني بالنسبة تعرف التصويت مربوط عندنا بالبطاقة الشخصية فاذا كانت هذه البطاقة تعمل سيستطيع الناخب ان يصوت اذا لم تكن تعمل فهذه الحالة من الاستحالة انه هو يصوت وفعلا بعض الحالات واقهتنا ان الناخبين مثلا منتهية بطاقاتهم ففي هذا الحالة ما قدروا انهم هم يصوتوا او ان فيها عطب مثلا او مشكلة او انهم غير مثبتين للنظام الالكتروني لانه هو ما يكفي بس انه هو مسجل وانما يجب ان يكون مثبت للنظام الالكتروني لكن هذه يوجد لها حل لانه يوجد في مراكز الانتخاب قاعات يثبت فيها النظام الالكتروني في حال انه غير مثبت وهذه فئة نادرة يعني اغلبية المسجلين هم مثبتين للنظام الالكتروني والقلة يعني لا نريد ان الناخب يرتبك لما يروح مراكز الانتخاب وبدل ما يتوجه الى قاعات التصويت يتوجه الى قاعات الوحدات المتنقلة ظنا منه انه يجب ان يفعل بطاقته لا هو يذهب الى قاعة التصويت مباشرة ويبرز بطاقته استطيع ان يدلي بصوته الا في حالات النادرة اللي هو يكون غير مثبت للنظام الالكتروني الان ما هي الخطوات التي اشتغلتم عليها لتلافي حدوث مثل هذه الملاحظات في المرحلة الثانية والتي ستنطلق يوم الاحد القادم نحن طبعا نقول انه كثفنا الدور الاعلامي في هذه المرحلة وتم توزيع خطبات التصويت في كل القرائد بشكل يومي يعني يمكن اليوم لليوم الثالث او الثاني بحيث انه توصل هذه الخطبات التصويت الى كل الناخبين احنا هذه الفترة طبعا التركيز على فئة محددة اللي هي الناخب وليس المواطن بشكل عام ونتمنى ان الناخبين اللي تقريبا عددهم فوق الستمائة الف نتمنى من هؤلاء انهم هما يبادروا وانهم لا يتهاونوا يعني لان نحن معتمدين عليهم يعني العملية الانتخابية معتمدة على هذه الفئة اللي هم المسجلين في السجل الانتخابي قد يكون الشخص هو ما وصلت الرسالة او قد يكون ان المرشح لم تتيح له الفرصة انه يلتقي به فهذه الحالة ممكن الناخب يقول انا خلاص انا ما اعرفهم يعني نجد هذا السؤال ونجد هذه الإجابة بتروح تصوت يقول لا انا ما بروح اصوت ليش يقول انا ما اعرفهم هذا هذه إجابة غير مكتملة هو ما يعرفهم لأسباب كثيرة قد لم تتيح له الفرصة انه يقلس معهم مثلا ولكن اسماء هؤلاء المرشحين موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها بكثير من الوسائل متواقدين في الولاية نفسها يعني هناك طرق كثيرة يستطيع الناخب ان يتعرف على هؤلاء المرشحين فنتمنى انه هو في خلال هذه الايام البسيطة يبدأ يسأل من هم مرشحين لان هذا مثل ما نحن نقول لأجل كل انسان يعني لكل مواطن له لأسرته لكل شيء يخص يعني اذا انتقل بهذه النقطة وهي نقطة السؤال والبحث عن المترشح الكفع للاستاذ سالم ونتحدث عن هذه المضامين القديدة التي باتت الان لدى كل مواطن اصبح يتساءل عن ما هي المميزات في هذا العضو حتى ادلي بصوتي له الان كيف تقرأ هذه المؤشرات هو يفترض يعني يعني المهتم او الذي يريد ان يعني يشارك في التصويت في هذه الانتخابات ان تكون لديه معرفة حتى وان كانت معلوماته العلمية قليلة يعني او على القل من ابناءه يعرف او يعرف عن سين مرشح من الناس ما هي امكانياته ناهيك على ان يعني معظم المجتمع العماني مترابط متعارف اساسا يعني في ولاية من الولايات الكبيرة مثلا التي يبلغ على سكانها يعني في حدود اكثر من مئة وخمسين الف يعني المترشح يعني معروف هناك صور مثلا محددة له موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات وايضا دور السبلة والاجتماعات بالضبط بالضبط هي يعني يعني الناس هذه تتجمع للترويق عن نفسها وتقديم برامجها الانتخابية صحيح يعني انه هذه البرامج هي مرتبطة في النهاية بجهات علية تلفذها ومؤسسات لكن هو طموح مشروع ان يقدمه في مثل هذه المجالس لابناء ولايتها ابناء الحية ابناء القرية يعني الجولات التي يقوم بها في الولاية هناك مجموعة من الكبيرة حقيقة من المتقدمين المترشحين يعني قاموا بجهد خلال فترة الماضية وأنا يعني أقيس على هذا من كثر الرسائل التي تصلني يعني ليست فقط من الولاية التي أنا منها وإنما من ولايات متعددة يعني هناك الآن أصبحت في قفزة في موضوع تقديم المترشح قفزة من خلال استغلال هذه التقنية الآن الحديثة تويتر الواتساب أيضا الفيسبوك هذه كلها تساعد على التعريف تساعد أيضا من خلال الإعلانات التي أيضا تعلن سواء كان الملصقات كل هذا لكن نحن نبحث عن المترشح الكفاء الذي يستطيع أن يوجد هذا الفارق يوجد الفارق في التنمية اليوم التنمية هي خطط فقط للحكومة التي تقدمها الحكومة قامت خلال 45 سنة بجهود حقيقة كبيرة ومقدرة من أجل حياة أفضل لهذا المواطن أينما كان ويمكن من الخطط الحكومية أنه استطاعت أن تحتفظ بالمواطن في قرية وفي حيه وفي المكان الذي يعني يعني يقيم فيه أهله وأجداده طوال السنين الآن علينا أن ندفع بالمترشحين إلى تقديم أمثل لبرامجهم القضية ليست فقط الترشح ومن ثم ننتهي وحضور اجتماعات القضية أن هناك لابد من تقديم رؤية أنت عندما تأتي في أول اجتماع للمجالس البلدية عليك أن تقدم رؤية ما هي رؤيتك كيف يمكن أن تساهم كيف يمكن أن تطور كيف يمكن أن توجد حتى الموارد اليوم علاقات الناس مهمة جدا سين من الناس يستطيع أن يأتي بالموارد من خلال توفير هذه الموارد عبر ممارساته من عبر صداقاته عبر معارفه يستطيع أن يوجد هذه الموارد لإنشاء متنزه لإنشاء مركز لإنشاء مثلا مركز ترفيهي مركز رياضي ما يحتاجه أبناء الحي مشاريع تنموية تساهم لكن هناك آخرين ممكن تكون لديهم الأصوات التي حصلوا عليها عالية جدا لكنه في الممارسة الحقيقية لا يستطيع أن يقدم لا يستطيع أن يأتي لا بأفكار ولا بتمويل مالي حتى يمكن تنفيذ هذه المشاريع التي يحتاجها ابن الحي أو ابن هذه الولاية لذلك علينا كناخبين في الفترة القادمة يوم الأحد القادم أن نختار من هو الأكفة من هو الذي يستطيع أن يوصل هذا الصوت بأمانة إلى المجلس ويستطيع أيضا أن في حدود الهامشة الذي يتاح أمامه أن يقدم خطوة أن يتقدم بالمجلس وبالولاية خطوة إلى الأمام وقرأت في بعض المترشحين حقيقة في أسماهم هناك كفاءات جيدة بصراحة وأنا أقدر وأثمن أن هؤلاء الناس الذين سيتقدمون سيشغلون حيز كبير من وقتهم لخدمة المجتمع وهذا مقدر فيهم لأنهم يعملون بدون مقابل في هذا القادم لكن علينا أن نحن كناخبين أن نساعد هؤلاء في اختيار الأفضل منهم كيف تنظر أيضا سيد سالم لشكل من أشكال تطور المجتمع الآن أيضا سيدة ماظر بعض الولايات هنا في السلطنة أصبح لديها كتل انتخابية هذه الكتل الانتخابية تعمل على فرز المترشحين سواء للمجالس البلدية أو أيضا لمجلس الشورى هذا الحراك الآن المجتمعي كيف ننظر له في سياق تطور الوعي والثقافة المجتمعية تجربة محافظة ضفار في ولاية صلى الله عليه وسلم كانت تجربة رائدة حقيقة لا يمكن أن يقدم عليها أي مجتمع في أي ولاية إلا إذا كانت هناك إرادة ونوايا كبيرة النوايا الكبيرة هي أن نحدد الأهداف التي أمامنا ماذا نريد خلال المرحلة المقبلة من هم الذين نريدهم أن يكونوا في هذه المجالس هذه تجربة أنا أتمنى وذكرتها في حلقة سابقة أتمنى هذه التجربة أن تكون هي الفلتر الذي يفرز من هو الذي يرشح أو من هو الذي يمثل الولاية في مثل هذه المجالس للأسف هناك ممارسة خاطئة وفهم خاطئ لدى الكثير من الناس هذا الفهم قر إلى أمور للأسف يعني أصاب التجربة لدينا في مجلس الشورى وفي هذه الانتخابات أصابها بجانب سلبي يعني أن يتقدم مترشح يملك بعض المال يستطيع أن يحرك بعض الأصوات لديه وأن يقدم وهذا نقوله بصراحة لأننا وقفنا على ذلك يستطيع أن يحصد مجموعة من الأصوات لكنه غير قادر أن يكون الإنسان الذي يعني يناضل في هذه المجالس من أجل خدمة ولايته الهدف هو عبور الانتخابات ومن بعد الانتخابات تبقى الأمور يعني اختيارية مفتوحة يقدم أو لا يقدم يتحدث يداخل يعني يحاول يعني هذه تبقى غير ملزمة إليه لكن أعود إلى تقربة المحافظة أود أن نستمع أيضا من السيدة المعظم تقربة المحافظة تقربة رائدة تقربة رائدة بمعنى الكلمة ونحن يعني دعينا الانتخابات في كثير من دول العالم يعني آخر انتخابات حضرناها لانتخابات الرئيس عمر المشير في السودان كنا من بين ضمن يعني من السلطن وأنا كنت حقيقة تشرفت بهذه الدعوة 120 مراقب قائم من دول العالم لمراقبة الانتخابات هناك يعني فعلا في توقيه في كل دول العالم لا بد أن تكون الانتخابات فيها جانب توقيهي نختار فلان معين أو ثلاثة من الأسماء التي ندفع بها لهذه الانتخابات حتى يتم اختيار منها واحد أو ثلاثة للمصلحة العامة للمصلحة العامة وليست للمصلحة الشخصية هذا الناخب يذهب إلى هذا المجلس لتمثيل الولاية وليس لتمثيل نفسها وبالتالي أنا أعتقد بأنه على الإخوة في وزارة الداخلية وفي هذه اللجنة أن يدفعوا بهذه التقربة إلى الأمام بالإقناع بالإمكان أن تكون بالإقناع بالنسبة طبعا للتقربة التي ذكرها في محافظة الضفار هي عبارة عن تكتل لصالح مرشحين معينين هذا الشيء طبعا نحن لا نتدخل فيه وزارة الداخلية لا تتدخل فيه لأن نحن ندير الانتخابات وهم يديروا انتخابات خاصة فيهم الله أعلم هذه التكتلات سلاح ذو حدين قد تسير المسار السليم أو الأشخاص الذين نتمنى أن يكونوا في هذا المجلس وقد تكون العكس قد تكون هناك فرصة لشخص آخر ولكن لأن هذه التكتلات الموجودة وهذه المجموعات التي يدعموا مرشح آخر لا يعطوا فرصة لشخص آخر قد يكون هو أيضا مناسب ويريد هذه الفرصة هذا ليس حديثنا في هذا الوقت ولكن بالنسبة للمرشحين وأنا قلت هذا الكلام قبل والحين أريد أقوله عليهم أن يبحثوا عن الشخص حاليا ألاحظ أنه من ضمن الرسائل التي تقينها هي رسائل أنا أعتقد أنها هي رسائل سلبية لأنها قلسة نوعا ما تصور المرشحين بطريقة فيها جانب سلبي كثير المرشحين هم طبعا مواطنين أولا وأخيرا وهم بادروا بادروا للمشاركة في هذه العملية الانتخابية وأنهم يكونوا أعضاء في المجالس البلدية لهم أهدافهم وأهدافهم تختلف أكيد ولكن هم بادروا يعتبروا ناس بادروا من أجل خدمة المجتمع وخدمة المواطن وخدمة الوطن نحن يا إما نكون معهم وندعم الكفاءات فيهم يا إما أننا لا نحاول أن نشوشر عليهم المسجات التي تصور المرشح أنه قبل الانتخابات يعطينا من طرف اللسان حلاوة وبعد الانتخابات نحن لا نقده هذه هي المسجات التي قال ستقينا أنواع وأشكال فأنا أعتبرها هذه الشوشرة في هذه المرحلة لأن المواطن عندما يرى أن هذا وضع المرشح أنه قبل الانتخابات قال سيعطينا الكلام المعسول وبعد الانتخابات نحن لا نحصله ولا نقد منه نتائج هذا الشيء يخلق لدى المواطن ولدى الناخب نفسه عدم الرغبة في المشاركة يقول لماذا أنا أشارك في هذا العملية الغير منظمة أو لشخص قد أدعم شخص هو غير مناسب هذه المرحلة ما هذا اللي لازم نركز عليه نحن نركز على الأكفاء وإننا نريد أشخاص مناسبين وفاعلين ومنتقين هذه الرسالة اللي لازم نوصل لها لخدمة الولاية وخدمة الوطن ونريد نفعل دور الناس اللي ممكن يشاركوا في هذه الانتخابات أما أننا ندخل رسائل سلبية ما وقتها في هذا المرحلة أنا لي مداخل أسمح لي في جانب الانتخابات أنا قلت تجربة رائدة لسبب أنا أتفق معك بأن وزارة الداخلية ليست معانية بالقضية الداخلية لكن أنا أثق أنا كمواطن أثق في القيادات في كبار الناس في الولاية أثق فيهم أثق فيهم لأسباب كثيرة يعني عندما يتجمع عندما يكون هناك تكتل من مجموعة من كبار هذه الولاية أرادوا بإجماع أن يكون سين من الناس هو مرشحهم لهذه الانتخابات يعني لا ضير أنا ما أعتقد بأنه هم يعملون على فرز المترشحين هم يفرزوا المترشحين لسبب لأنه نعم يأتي واحد يعني غير قادر ليست لديه الكفاعة العلمية ليست لديه الكفاعة في أمور كثيرة لكنه يملك بعض المقومات التي يعني تؤهله لأن يكون عضو وهو غير مرغوب مثلا في ولايته أن يكون هذا الشخص ممثلهم وأنت تعرفي بأن الولايات والمجتمع العماني مجتمع يتألف من مجتمع قبلي قبل كل شيء وهذه عادة المجتمعات العربية كلها بالتالي هذه التجمعات عندما تتجمع مجموعة من القبائل مجموعة من العشائر في اختيار مترشح لهم كفو متعلم مؤهل يستطيع يعني يقدم أو يضيف فارق أنا أرى بأن تقربة رائدة على فكرة في الانتخابات في الانتخابات في كل الانتخابات حتى في الانتخابات الغربية هناك انتخابات يعني احنا لم نذهب إلى هذا المسار إلى الآن في الانتخابات الغربية على مستوى دول وعلى مستوى اختيار رؤساء وزراء وعلى مستوى اختيار رؤساء دول أيضا عندما تقرأ في هذه الانتخابات تجد انتخابات موجهة أنا بس ألك سؤال في الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة في الانتخابات الأخيرة يعني الولايات المتحدة عمرها الانتخابي الآن في حدوث 300 سنة يعني نسأل أنفسنا سؤال لماذا لا يوجد أكثر من الحزبان الحزب القمهوري والحزب الديمقراطي يعني أليس هناك أحزاب أخرى لا توجد أحزاب أخرى أحزاب صغيرة جدا غير منافسة يعني من باب أنه موجودة لكن الأحزاب التي تقود لولايات المتحدة إما يحكم الحزب القمهوري أو الحزب الديمقراطي وبالتالي لاحظوا دائما أنه عادة في الدورات الأمريكية لا يحكم حزب أكثر من ثمان سنوات أربع سنوات أربع ثم يقدد أربع مثل حصل مع أوباما مع كلونتون لدورتين لدورتين مثلا إحنا علينا أن أيضا نساعد هذه التجربة أن نوجه هذه التجربة هناك لابد أن تكون هناك جوانب أثرت قليلا في العملية الانتخابية نحن نحتاج من الآن أن نفلتر هذه الأشياء أن نصفيها وأن نوجه هذه الانتخابات بالطريقة السبب نبقى نقول بأننا نعول الكثير على وعي المترشح لاختيار الشخص الكف ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الحديث عن الآليات الجديدة والتقنيات الحديثة المستخدمة داخل هذه المراكز الانتخابية ربما كلنا نتحدث أنني شاركت يوم الأحد الماضي في عملية الانتخاب والوقت الذي استغرقته للسلام على الشخص الموجود داخل القاعلة ربما أطول بكثير من العملية الانتخابية بحد ذاتها نعم بالنسبة ليوم التصويت يوم 18 طبعا كان تصويت ألكتروني ولهذا السبب كان عملية جدا سهلة وبسيطة مقرد شاشة حتى لا تمسك قلم ولا أي شيء تضغط هي تطلع لك الصورة تضغط وهكذا نزلت الورقة دخلت ومثل ما أنا قلت أنها فئة قليلة في المركز الموحد الذي أنت صوت فيه لكن بالنسبة ليوم 18 طبعا الوضع يختلف نوعا ما هو تصويت عام وليس تصويت إلكتروني لدينا في هذه الفترة الانتخابية صندوق انتخابي جديد ليس الصندوق الانتخابي السابق الذي كان في الفترات الأخرى هذا الصندوق به ماسح ضوءي يعني عندما تأتي بالاستمارة هذه وتدخلها في القهاز يمسحها في نفس الوقت يعني يقرأها فيقرأها ويحتفظ بمعلوماتها لديه في ذاكرة موجودة في هذا الصندوق طبعا نحن يعني تعتبر هذه نعتبرها يعني تطور في مجال الفرز لأن هذا الماسح هو يفرز الاستمارة يفرزها يعني يفرز الصوت لمن يكون هذا لا يعني أنه ليست هناك لقنة فرز وإنما هناك لقنة فرز بعد العملية الانتخابية وبعد أغلاق الصناديق تنتقل هذا الصناديق إلى لقنة الفرز وتقوم لقنة الفرز بمراجعة الذاكرة الصندوق هذا ما هي الاستمارات المرفوضة هل اللقنة ترى أن تعد هذه الاستمارات يعني تتم عملية أخرى بعد هذه العملية بعد الفرز الفوري هناك فرز آخر من خلال لقان الفرز بالانتخابات هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الطريقة في عملية الفرز نعم هذه أول مرة تستخدم في السلطنة ونتمنى أنها يعني تلاقي النقاح وتلاقي الإقبال من المواطنين لأنه هو فيه جهاز فنحن نوعا ما نأمل أن هذا الجهاز لا يسبب أي مشكلة بالنسبة لكبار السن طبعا بالنسبة للشباب لا يوجد أي مشكلة لكن بالنسبة لكبار السن نتمنى أن هذا الجهاز ما يكون عائق بالنسبة لهم لأن الموضوع بسيط جدا مقرد أنه يضع الاستمارة ولكن بس نريد يعني نعطي ملاحظة أن على الناخب بعد أن يختار من يريد أن يرشحه أن يقلب الاستمارة لأن الاستمارة هذه الفترة هي نوعا ما طويلة ولا يمكن ثنيها لأنها على أساس أنه لازم تدخل في الماسح الضوئي فنحن نتمنى أنه يقلبها على أساس أنه لا يحد يشوف هو رشح لمن فإذا أخذها مثل ما هي وداها وحطها في الجهاز قد يكون هناك مراقب الصندوق أو أي حد قد يشوف هو رشح لمن وبما أن الانتخابات سرية فنأمل أنه يحاول بأي طريقة يعني أنه يدخلها بدون ما يوضح هو رشح لمن ربما تحدثنا عن الجانب التقني لأن نتحدث عن الجانب البشري أيضا والعاملين هناك في المراكز الانتخابية كيف تم تأهيلهم وتدريبهم لتسهيل وتذليل هذه الصعوبات على المرشح بالتأكيد كانت هناك خطة خطة متكاملة لتدريب جميع الأعضاء بالنسبة للجانب الانتخابية سواء كان تدريب للأعضاء أو للرؤساء أو للفنيين أو للمشرفين كل الأعضاء الذين يشاركون في العملية الانتخابية تم تدريبهم على كل الجزائيات حتى البسيطة عن طريق البرامج عن طريق القانب العملي والنظري في آن واحد أيضا هناك فنيين موجودين في المراكز كدعم للعملية الانتخابية فيما إذا صار أي عطل أو أي مشكلة في هذا الجهاز يوجد هناك فنيين كدعم له إذا الآن ما قررنا العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى بمثيلتها في النسخة الأولى هناك في العام 2012 تقريبا نقارن الحضور في هذه المراكز الانتخابية طبعا نحن الآن بالنسبة ل2012 في المجالس البلدية تحدث عن المرحلة الأولى هنا أيوة في فترة الانتخابات الأولى بالنسبة للمجالس البلدية تقصد المجالس البلدية في 2012 كانت أول فترة انتخابية كان الناس لا يوجد فكرة أبدا ما هي المجالس البلدية ما هي اختصاصاتها من هم أعضاؤها كل شيء كان مجهول تماما فلما بدأت مرحلة التخطيط للانتخابات بدأنا في البداية نعرف الناس ما هي المجالس البلدية وكل القانب الإعلامي كان يركز على هذا القانب هذه المرحلة لا الناس خلاص تشكلت المجالس البلدية وعرفت الناس المجالس البلدية واختصاصاتها وأعضاؤها ومهامهم وكذا 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 ولكن نحن نأمل أن هذا لا يكون شيء سلبي لأن الناس قلست تقيم الفترة الأولى وتبني عليها الفترة الثانية يعني الناس ما قادرت أو المواطنين ما قادرين يعطوا فرصة للمجالس البلدية يعني هم أول فترة انتخابية أربع سنوات تشكلت هذه هم يتوقعوا منهم أنهم هم ينطلقوا ويتميزوا وينفذوا جميع الإختصاصات والمشاريع وكذا وكذا صعب كل شيء مراحل مراحل يعني نريد من المواطنين ومن الناخبين أنهم هم يتريثوا في الحكم والتقييم يعطوا فرصة للمجالس البلدية يختاروا الاختيار السليم وينتظروا النتائج وهذا التطور أيضا نفس الحال مرت به أيضا انتخابات مجالس الشورى أنتقل بهذا السؤال سيدة تماظر إلى الساد سالم هذا التطور الذي شكلته العملية الانتخابية أسواء في مجالس الشورى والآن في المجالس البلدي كيف تعكس هذه التطورات وهذه العملية ترسيخ مفهوم الحكم المحلي وأيضا المشاركة في صناعة القرار يعني أنا أتفق مع السيدة باستعجال البعض في النتائج التقربة الأولى يعني أنه فعلا نحن في النسخة الأولى التي تنتهي هذه الأيام سنبدأ النسخة الثانية والنسخة الثالثة والرابعة يعني النتائج لن تأتي الآن هو تطور صحي تطور طبيعي يعني لو ننظر إلى تقربة الجوانب البرلمانية والبلدية في العالم نجد بأنها تقايا سنوات ممتدة من العقود تبلغ أكثر من مئة سنة وبالتالي لم تستطع تحقيق كل أمانيها ما بالك في تقربة بالنسبة لنا كمجلس شورى بدأ في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي يعني الآن نحن نقترب من 26 عام تقريبا 26 سنة نقترب من الثلاثين سنة ولازلنا في البدايات الأولى لازلنا يعني لدينا الرغبة أن يكون المجلس أكثر فاعلية يعني بدأنا بالتعيين في البداية ثم بالمناصفة ثم الآن بالانتخاب المباشر ثم بالانتخاب الرئيس مباشر من خلال يعني من خلال الانتخابات داخلية كل هذا يعني التقربة البرلمانية تحتاج لها لعقود حتى تنضيق وتستطيع أن تقدم وتأتي ثمار كذلك المجالس البلدية وإن كنت تعول أيضا على المجالس البلدية أنها تحتاج إلى نستطيع أن نختصر كثير من الفترات في حالة لو استطعنا أن نقدم أعضاء قادرين على التطوير يعني لو استطعنا أن نقدم هؤلاء الأعضاء القادرين على التطوير نستطيع أن نختصر في المقابل مسار التأخير وبالتالي نستطيع أن نعوض نحن صحيح مثل ما ذكرت لك بأنه تأخرنا كثيرا في إنشاء المجالس البلدية لكن في النهاية هذه المجالس ظهرت إلى الوجود وبدأت تنطلق لكن لا يمكن أن نعول عليها أن تحل كل المشاكل أو أن تقدم كل شيء لما ذكرت سيدة تمادر أن المرحلة الأولى هي مرحلة البناء والتعريف أيضا بأدوار المجلس البلدية هذه تقربة موجودة في كل دول العالم لكن أيضا على الآخرين على الناس أن تفهم بأنه لابد من إعطاء الفرصة لابد من الانتظار لابد من أن يكون هناك أيضا وعي في هذا الجانب ولابد أن نساعد الآخرين هؤلاء المترشحين لتنفيذ برامجهم الآن وأنت تتحدث عن البرامج الانتخابية كيف تنظر إلى هذه البرامج الانتخابية وما يقدمه المترشح من وعود في سبيل الوصول إلى هذا المقعد الانتخابي طبيعة الانتخابات في كل شيء ليس فقط في الجانب البلدي أو في مجلس الشورى في كل مجال حتى على مستوى جمعيات المجتمع المدني على مستوى أيضا حتى المنظمات الإقليمية والمنظمات العربية المتقدم المترشح لشغل مثلا مقعد معين يعني يبلور فكرة ويحاول أن يسوقها بين الذين ينتظر منهم الأصوات يعني أنا أرى يمكن في هذه التقربة ما قدب من برامج فيها أكثر عقلانية واعتدالا من التقربة الأولى هذا الملاحظ لقيت حقيقة قرأت كثير من البرامج المترشحين الانتخابية وجدت أن فيها حقيقة على ضو الإمكانيات المتاحة والموجودة وعلى ضو تقييم التقربة الأولى فيها عقلانية فيها طرح واقعي ماذا نريد أن نقدم خلال المرحلة المقبلة وشغل هذه الفترة ونحن نتحدث عن المساحة المتاحة للمواطن المشاركة في هذه العملية السياسية العملية الديمقراطية دعونا نتحدث أيضا عن اختلاف المعايير التي تصاحب هذه المرحلة الثانية السيدة ماضر بالنسبة لاختيار المرشح لهذا المترشح نعم طبعا هناك يعني بالنسبة لهذا الموضوع في وعي أصبح هناك لدى الناخب وفي السابق يمكن كانت المعايير تختلف حتى أصلا شروط الترشحية اختلفت يعني بالنسبة للشورى كان ليست هناك مثلا تحديد شهادة معينة أما بعد كده تدرق الموضوع وصبحت هناك متطلبات الشهادة في المجالس البلدية أيضا ما ينطبق على الشورى الناس خلاص يصير عندهم الثقافة تتوسع ثقافتهم في هذا المجال فكما هم كانوا يمارسوا نفس شروط الترشح بالنسبة للشورى أيضا يطبقوها هم في المجالس البلدية رغم أن مستوى الثقافة هو لم يحدد بالنسبة للمجالس البلدية هو مجرد أن يكون على مستوى من الثقافة فنلاحظ أن الشباب بالأخص هم يبحثوا عن الشخص اللي هو مثلا لديه شهادات معينة لديه خبرة عملية معينة يعني هناك عدة اعتبارات ولكن هي ليست مقياس ما زالت يعني لا أقيس أن هذا المترشح لديه شهادة عليا معناه أنه هو بيخدم القانب البلدي أكثر لا قد يكون هذا المترشح هو إنسان ليس حتى لديه شهادة ولكن يعرف كل شيء في الولاية متواصل مع كل أفراد الولاية قلبه على الولاية نفسها يمكن هذا المترشح يعطي هذا المجلس أكثر من الآخر هذه أمور ليست فيها ضوابط لأنها فيها اختلافات من شخص إلى آخر تدخل فيها عدة أمور ففعلا يعني الناخب عنده مسؤولية ونتمنى أنه لا يهرب من المسؤولية وإنما يأخذها ويحاول أن يحللها ويضع هو وكل الشخص ماذا يريد ومن يريد وعلى هذا الأساس يبادر ومثل ما قلتم في الحملة الانتخابية صوتك أمانة وتصويتك حق الآن تحدثنا عن شخص المترشح لو نتحدث أيضا عن البرنامج الانتخابي ما هي الأولويات التي ينظر إليها الناخب في البرنامج الانتخابي لهذا المترشح أتوقع أن أكثر شيء يركز عليه الناخب هو مدى قدرة هذا الشخص على خدمة الولاية لأن أصلا المجالس البلدية هي مجالس تعني بالتنمية وبالأمور الخدمية ويجب أن لا يكون هناك لبس لأن عضو المجلس البلدي يختلف تماما عن عضو المجلس الشورى لأن مجلس الشورى هو يناقش سياسات وتشريعات ولا يعني بشكل خاص بالولاية نفسها أما بالنسبة للمجالس البلدية لا هو يعني بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالأمور الخدمية فأتوقع أن الناخب هو هذا الذي يريده منه لأنه يعرف أنه له يد في التأثير على كل المشاريع التي تخص الولاية وأنت تتحدثين عن الفرق بين الأدوار بين المجلس البلدي وأيضا مجلس الشورى هل ترين أن الناخب الآن لازال يعاني من مشكلة عدم التفريق بين الأدوار بين كلا الطرفين بعضهم لكن الأغلبية هم فاهمين الأدوار بين المجالس البلدية ومجلس الشورى ننتقل للحديث عن التحديات والفكر القديد الذي تأتي به انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية الآن تأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة كيف برأيك ستعمل هذه الانتخابات والمترشحين على عبور هذه التحديات؟ هذا محور محور أهمية المجالس البلدية المجلس البلدي عليه أن يفكر ويبتكر الكثير من الوسائل هناك الكثير من المشاريع التي يمكن أن تنفذ وأن تدر دخل على الولاية وبالتالي أنت تستطيع أن تخفف من عبء أيضا القصور في الموازنات التي تحدد مثلا للمحافظات في تنفيذ المشاريع لكن كيف يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ هذه المرحلة تحتاج إلى القادرين على إقناع الآخرين بأن هناك مشاريع مهمة وحيوية ويجب أن نبدأ في تنفيذها لأنها ستطر دخلا على هذه الولاية وبالتالي هذه العوايد تسخر من أجل توفير منشآت خدمية زيادة إضاءة، إقامة حدائق، أيضا رعاية مراكز توقيه لذوي الاحتياجات الخاصة وجود مثلا الصناديق معينة لدعم الأسر المعوزة كل هذا ينطوي تحت هذا المجلس لكن كيف يمكن أن ننفذ هذه السياسة؟ أنا قد أختلف مع السيدة في موضوع ضرورة أن يكون هناك معايير للمترشحين في المرحلة المقبلة على الأقل القريبة نحن في التقربة الأولى والثانية هناك ليست شروط ملزمة لمستوى تعليم معين أنا حسب ما فهمت أيضا من كلامك بأنه أن يكون على دراية بالثقافة صحيح لكن اليوم يعني متوسط الأعمار تعرف في السلطنة في حدود فوق 63 سنة مثلا منذ النهضة الآن 46 سنة هناك قيل جديد ويمكن قيلين الآن في بحر هذه السنوات نشأ في ظل النهضة وفي ظل هذه السنوات هذا القيل معظم متعلم أصبح اليوم من لا يحمل شهادهم من هذه الأجيال قليلة يعني لن يأتي مترشح عمره 70 سنة 75 سنة ليتقدم للمجلس البلدي لأنه يعني فكر مختلف مثلا لم يطلع على تقارب الآخرين اليوم معظم هؤلاء الشباب ومنهم أكبر قليلا من في سنهم اطلعوا على تقارب العالم بعضهم حتى لم يخرجوا من السلطنة وإن يعني كنت أشك أنه في معظم الناس سافرت وخرجت واطلعت اليوم يستطيعون الوصول إلى المعلومة إلى المعرفة إلى المقارنة عبر الهاتف وعبر هذا الجهاز هذه التقنية التي الآن قربت وسهلت وقدمت الكثير من التقارب سواء من اليابان شرقا إلى الولايات المتحدة غربا وبالتالي المتعلم اليوم وأتمنى أن يكون حتى المتعلم الذي يجيد أكثر من لغة لأن العالم اليوم لديه لغة يشترك فيها وهي اللغة الإنجليزية وبالتالي نحن أمام هذا العالم لا نستطيع التواصل معه إلا أيضا بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية لذلك أرى معيار التعليم معيار مهم خلال المرحلة المقبلة إذا ما يطبق مثلا في الدورة القادمة أقصد الثالثة يعني الرابعة والخامسة لأن هذه المراقعة مهمة كل ما ارتفع المؤهل المتعلم أعتقد أن تكون أفكاره أكثر نضجا وأكثر قدرة على القبول وبالتالي المرحلة القادمة مهمة جدا أنا أرى وأركز حقيقة عليها أن دور المجالس البلدية لا يمكن الاستهانة بدور مهم جدا دور فاعل ويجب علينا أن ننظر إلى هذه المجالس على أنها مشاركة في إدارة ما الذي تحتاج هذه المجالس البلدية اللي يصبح لديها القوة قوة الدفع لتحقيق كل هذه الاحتياجات وحل هذه القضاة هي تحتاج إلى المال قبل كل شيء تحتاج إلى المال أولا وتحتاج إلى التخطيط ثانيا المجالس البلدية أيضا من المهم في عملية التخطيط والبرامج في الولايات أن يتم وضع برامج واستراتيجية بناء لهذه الولاية يعني ماذا نريد عليه أن تكون الولاية مثلا بعد خمسين سنة أو بعد ثلاثين سنة نضع تصوراتنا من الآن ويجب أن أيضا نستوعب بأن ليس كل مجلس يأتي وتنتهي عضويته ويأتي مجلس آخر أن يلغي ما تم تنفيذه أو ما تم وضعه من الأفكار بل أن نبني على هذه الأفكار وأن نطورها لكن لا بد أن تكون هناك أهداف مشتركة القضية ليست شغل دورة من أربع سنوات فقط من أول سنة إلى آخر سنة القضية هي أن نوجد برامج نعمل عليها ونشتغل عليها خلال السنوات المقبلة لأن هناك أجيال قادمة وآتية ماذا نريد مثلا لولاية نزوة خلال المرحلة المقبلة لنقول نريد هكذا هذه احتياجاتنا أن تكون هناك خطة واضحة وكل مجلس يأتي من أبناء هذه الولاية يشتغل على تنفيذ هذه الأهداف وبالتالي إذا توفرت المال وتوفرت الخطط يجب أيضا هناك ثالث آخر هي الإرادة أن تتوفر الإرادة لإنجاح هذه الأهداف ونحن تقريبا وصلنا إلى الشق الأخير من عمر هذه الحلقة نود الحديث عن الطعون آلية الطعون التي من الممكن أن يتقدم بها من قبل المترشحين نعم فبعد الانتهاء من عملية التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الإعلان عن الأسماء تبدأ مرحلة الطعون على نتائج الانتخابات هناك لقنة مركزية في وزارة الداخلية برئاسة أحد القضاء وعضوية الإدعاء العام هذه اللقنة تستقبل أي طعون خلال عشرة أيام أي شخص متضرر أو له أي مصلحة يمكن أن يطعن في نتائج الانتخابات خلال هذه المدة عن طريق اللقنة في إلا النسخة الأولى كيف تم التعامل مع هذه الطعونة أو هل تلقيت مساساً طعون على النتائج؟ في انتخابات الشورى تقصد؟ المجالس البلدية المجالس البلدية والله صدقني ما أتذكر لكن ما أتوقع أن واقعتنا أي نوع من هذه المشاكل أنت أيضاً كعضوة في هذه اللقنة وكمواطنة أيضاً ومسؤولة ما هي المسافة برئيك التي قطعناها من الفترة الأولى لانتخابات المجالس البلدية إلى الآن لانتخابات الفترة الثانية؟ نتمنى أننا قطعنا خطوات ثابتة ومتميزة نتمنى أن خطواتنا تكون على قدر الأهداف التي نتوقعها نتمنى أننا وصلنا إلى المكان الذي أهلنا للدورة الثانية والثالثة والرابعة وأتمنى أن أوصل رسالة من خلال هذا البرنامج على أساس أن أوجه رسالة للناخبين أنهم يبادروا ويتواجدوا في مراكز الانتخاب في يوم 25 إن شاء الله ونحن أيضاً نؤكد على هذا وندعو الجميع للمشاركة في هذه العملية الانتخابية وهي فرصة للإدلاب بصوت واختيار من يمثل المجتمع ويمثل الوطن في هذه المجالس الانتخابية كل الشكر لكم ضيوف هذه الحلقة كنت معنا سيدة تماظر بنت بدر البوسعيدية مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية كل الشكر كما نتقدم مشاهدين بالشكر للأستاذ سالم بن حمد القهوري الكاتب والمحلل السياسي كل الشكر شكراً جزيلاً لكم ولكم أيضاً مشاهدين جزيل الشكر على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ملف الأسبوع والتي خصصناها للحديث عن ملف الانتخابات للمجالس البلدية للفترة الثانية حتى نلقاكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة